اصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين بالاختناق خلال قمع قوات الاحتلال الاسرائيلي للفعاليات والمسيرات السلمية التي تنظمها اللجنة الشعبية لمواجهة الاستيطان دفاعاً عن الاراضي الفلسطينية المهددة بالمصادرة لصالح التوسع الاستيطاني الاسرائيلي وانطلقت المواجهات على الاراضي المهددة بالمصادرة في قرية الامغير شرقية مدينة رامالة وفي منطقة جبل الريسان بقرية رأس كركر غرب مدينة رامالة كذلك كما أصيب عدد من المواطنين برصاص الاحتلال خلال المواجهات التي اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال الاسرائيلي في قرية كفر قدوم قضاء قلقيلي